هنكمل الجزء بتاع المماليك واول جزء في المماليك اللي هو المماليك البحرية اتكلمنا قبل كده على شخصيتين مهمين جدا في المماليك البحرية هنبتدي بيهم اول واحدة اللي هي شجرة الدور وتاني واحد اللي هو في الصورة قدامنا اللي هو السلطان حسن واحدة قررت انها وواحد قرر حوالي 80 سنة بس وبعد كده جد دولة المماليك اللي استمرت اكتر من 300 سنة وفي الاخر خالص دولة العثمانية فاحنا في عصر دلوقتي دولة الايوبيين طيب يبقى صلاح الدين الايوبي اللي هو دخل مع جيش نور الدين زنكي في اواخر عهد الفاطميين وقلنا ان هو قدر ان هو يكون وزير في عهد الخليفة العاضد اخر القلفاء الفاطميين وانه هو يعني اشفق عليه من ان هو يخلعه من الحب في الفترة اللي هو كان مصاب فيه بمرض مميت مرض عضال وفضل صابر عليه لحد لما مات وبعد كده بعد لما مات انتهت لان العاضد ما كانش ليه اولاد فانتهت الدولة الفاطمية واصبح الوزير صلاح الدين الايوبي هو السلطان وبدأ حكمه واملوا في تحرير بيت المقدس عن طريق وحدة الشام اللي هي مصر وسوريا وبالتالي نجح فيه سنوات بسيطة جدا انه هو ينتصر على الصليبيين في موقعات حطين حصلت في فلسطين حيث ان جيش الصليبيين نجح في انه هو يستدرج لكمين اتعملوا من قبل صلاح الدين عطشهم وخرب صهريج المية او خزنات المية بحيث ان هم اضطروا يمشوا في وادي دايق زي ما السهم الازرق ده بيبين وبعد كده حصرهم فيه وادي حطين اللي موجود فيه وبعدين هجم عليهم من فوق ومن تحت عمل عليهم حركة كماشا وكان من نتيجة المعركة ده ان كثير من ملوك الحملة الصليبية وقعوا في الاسر واضطر الصليبيين انه هم يعترفوا بقوة صلاح الدين وعملوا معاهدة اسمها معاهدة الرملة وسلموا من خلالها مدينة القدس وعادة للمسلمين بعد اكتر من 80 سنة احتلال في ايد الصليبيين يوم الجمعة 27 رقب سنة 183 2 اكتوبر 1101 1187 دخل المسلمون بقيادة صلاح الدين المقدس ببيت المقدس بعد ان ظلوا بيد الصليبيين لأكثر من 90 سنة واقع بمشاهب مضيئة من التسامح والعفر من جانب صلاح الدين بحق الاسر للصليبيين واعترف بها المؤرخون الغربيون انفسهم على الرغم من طول الاعتداء احتلال الاعداء لبيت المقدس لم يعرف اي امير او ملك مسلم بالاحتلال الصليبي للبيت المقدس البيت المقدس يا فريدة صاري المقدس اه بيت المقدس اللي هو القدس ولم يعترف لم يعترف اي امير او ملك مسلم بالاحتلال الصليبي لبيت المقدس وبالتالي كده هنقدر نخلص في مرحلة الايوبيين ونخش على مرحلة المماليك طبعا مرحلة المماليك استمرت حاجة بسيطة جدا زي ما قلنا انتهت بان احد اخر ملوك الايوبيين وهو الصالح نجم الدين ايوب تجوز واحدة من الجواري اللي موجودة عنده من المماليك اسمها شجرة الدور واعجب بها جدا وكانت زكية واثناء احد معارك الملوك الصالح نجم الدين ايوب مع الصليبيين مات في المعركة مرد ومات واستمرت شجرة الدور زي ما حكينا قبل كده في تمثيل ان الملك موجود وجهت المعركة لحين انتهاءها وانتصار المسلمين وبعد كده توجت نفسها سلطانة على المسلمين طبعا الحملات الصليبية كثيرة ويعني يقال ان هما كانوا اكتر من 8 حملات استمرت من 1095 ميلادية لحد 1289 يعني حوالي 200 سنة والاوروبيين بيحاولوا ان هما يسيطروا على الشرق الاوسط عن طريق احتلالهم لبيت المقدس وطبعا كان الزعم ساعتها ان هو ايه ان مكان ميلاد المسيح ده مكان مقدس وما ينفعش ان هو يكون في ايد المسلمين ان ده بيسبب اضطهاد للمسيحيين والحقيقة طبعا كانت غير كده خالص لان كان كل المطلوب هو السيطرة على قوافل التجارة اللي كلها بتمر ما بين اوروبا واسيا والخريطة اللي على الشمال دي بتبين ازاي ان كل مصارات التجارة العالمية اللي بتنقل التوابل والخيرات اللي موجودة في اسيا كلها بتمر عن طريق خطوط عابرة بتعدي في اجزاء من الدولة الاسلامية فالدولة الاسلامية اللي هي مبينة بالبينك هنا خطوط التجارة كلها معدية سواء في بغداد او في دمشق او في قاهرة ومنها بتعبر الى مواني اوروبا وبتروح لناك فالسيطرة على المنطقة اللي هي من الشام لحد مصر ده مكان محواري جدا استراتيجي كأنه يعني مفترق طرق على الهايويز وبالتالي السيطرة عليه حيضمن خدرة الاوروبيين على النفاذ للأسواق اللي موجودة في اسيا والأصول على الحاجات اللي كانت بتجيلهم من هناك في الحاملة الصليبية السبعة الملك لويس التاسع ملك فرنسا تم اسره وتحط في حت اسمها دار لقمان واضطر ان هو يفدي نفسه بكمية كبيرة جدا من الذهب وكان من النتيجة ده هي ان انتهت فكرة الحاملات الصليبية على مصر نجم الدين ايوب اللي هو من الايوبيين ويرمز اليه بحرف الاي كان متجوز من شجرة الدر اللي يرمز عليها لها انها مملوكة وبالتالي حرف الام يبقى الصالح نجم الدين ايوب اتجوز شجرة الدر وعمل الضريح بتاع الصالح نجم الدين ايوب اللي هو قصاد مجمع الوون اللي شفناه طبعا الصالح نجم الدين ايوب وشجرة الدر انتصر على الصليبيين انتصر على الصليبيين في موقعة المنصورة وبعد ذلك الصالح نجم الدين ايوب جراله ايه مات وبالتالي فدلت شجرة الدر القصة اللي احنا عارفينها ان شجرة الدر ما كانش ينفع أنها تحكم كسيدة لوحدها مصر فطلب منها من الدولة العباسية أنها تقوم بالزواج لأن واضح كده أن مصر ما فيهاش رجالة فلازم أنها تشوف رجل تتجوز فشجرة الضر عملت المسابقة ما بين عز الدين أيبك وبين الأمير أبطاي وفي الآخر الوحيد اللي وافق على شروطها أنه هو يبقى يعني زوج كده يعني بابت ويسمع لأوامرها هو كان عز الدين أيبك وده كان مملوك وفضل معاها لمدة سبع سنين طبعا في خلال السبع سنين عز الدين أيبك ما عربوش الحال وبدأ أن هو يتمرد على شجرة الضر وبالتالي عمل إيه؟ تجوز عليها تجوز عليها واحدة مصرية اسمها أم علي وخلف منها طبعا علي وشجرة الضر عرفت أن عز الدين أيبك تجوز عليها وكان نصيبه كياس البلاستيك ومات وبالتالي أم علي حست بالرغبة في الانتقام من شجرة الضر وبالتالي كلفت حد أنه هو قطز علشان يشوف حل في موضوع الانتقام من شجرة الضر طبعا علي ابن عز الدين أيبك بقى يعني عرفا هو الملك أو السلطان الجديد وإن عشان سنه صغير بقى الواصي عليه هو قطز وبقى هو من أول واحد من الماليك يكون وصي على العرش طبعا اللي حصل بعد كده أن شجرة الضر اتقتلت سواء على إيد أم علي زي ما تقول بعض الحكايات أو الأساطير أنها اتقتلت بالأبائيب أو أن قطز ذات نفسه هو اللي انتقم للأمير بتاعه اللي هو عز الدين أيبك الحقيقة قطز كواحد من الماليك ما لحقش أنه هو يتنعم بأنه هو يكون سلطان مصر فما أن تولى العرش آه طبعا عارفين أن الحلوة اللي طلعت بسبب وفاة شجرة الضر كانت الأم علي ودي أصبحت تقليد بناخده في الأفراح وحاجة مشهورة جدا وعشان كده تسمت أم علي مقصود بيها مين مقصود بيها أم علي اللي هي انتقمت من شجرة الضر فدي حلاوة الانتقام من شجرة الضر نرجع تاني أن قطز ملحقش يتهنى بالعرش وأول لما مسك العرش جمء المغول المغول بيوش جاية من أسيا بقوة شنيعة جدا قضت على الدولة العباسية اللي كانت لسه بعتها الإنذار لشجرة الضر إنها تشوف لها راجل ما استحملوش وسقطت الخلافة العباسية بالكامل وتهدمت بغداد وأحرقت وتم تدمير معظم الكتب اللي كانت موجودة في المكتبة اللي كان فيها تراث الحضرات السابقة كلها وانتهت وزحفوا على الشام وأصبحوا يهددوا عرش مصر وده الموقف اللي حنشوفه الأسبوع اللي جاي إن شاء الله طيب قطز على طول انتصر على المغول في موقعة عين جلوت وكان شريكه وحبيبه والبادي بتاعه كان الظاهر بيبرس الظاهر بيبرس لسبب ما شكف إن قطز ينوي الغدر به فأتلوا في الطريق العودة من معركة عين جلوت اللي هي برضو كانت في فلسطين وأصبح الظاهر بيبرس أول مملوك يقدر أنه هو يعد على عرش مصر في فترة من الاستقلال وبالتالي ما عندناش أي حاجة ممكن نتكلم عليها في عصر قطز لأنهما ملحقش يبني حاجة أجل ملحقش يحكم خالص هو تولى العرش وراح حارب المغول وانتصر عليهم وفي طريق العودة بيبرس غدر به وبعد لما رجع حس بالندم فعمل جامع الظاهر بيبرس وده حيكون أول مسجد ندرسه في عصر المماليك طيب إحنا هنا What was the real reason why the crusaders wanted to invade the Middle East ملك شامل يمرافو يسيطروا على التجارة اللي بتحصل ما بين أسيا وحتة دانية شكرا كثير أوروبا الشهرات بتاعت التجارة أوروبا مش هما جايين من أوروبا أيها صحيح الناس نقول إن بيبرس بنى جامع الظاهر بيبرس وبالتالي يعتبر فنيا أنه هو أول واحد في المماليك وبعد بيبرس تولى قلوون الحب وطبعا قلوون أسس إيه مجمع قلوون قلوون طبعا كان ليه أولاد منهم الناصر محمد بن قلوون وبعد كده حفيده كان السلطان حسن وده اللي هنتكلم عليه السؤال بقى هو مين هما المماليك طيب المماليك دول كانوا يعتبروا يعني نقدر نسميهم بالمصطلح الحديث مثلا إيه نوع من أنواع المرتزقة اللي كانوا بيتم تجنيدهم للقتال في الجيوش بيتم بيعهم في الأسواق بيجوا من منطقة أسيا الوسطى وأسيا الصغرى ومناطق في جنوب روسيا اللي هو الكوقاز ويتم يعني استخدامهم كأطفال أو كانوا أهليهم بيتخلصوا منهم بيبيعوهم في الأسواق على أساس أن ده ممكن يكون مصدر دخل لهم وبيتخدوا وبيتم تربيتهم على الفقه وعلى الدين وعلى الفروسية وعلى القتال وبيصبحوا جنود مخلصين في جيش الأمير اللي هو اشتراهم من وهو صغير لكن الكتب بتتكلم على أن العلاقة ما بين الأمير والجنود دول كانت علاقة شبه أبوية علشان كده واحد زي كتز أو واحد زي بيبرس كان بيبع عندهم ولاء شديد جدا وكان حتى بيتسمى المملوك باسم الشخص اللي هو الأمير اللي هو المسؤول عنده فيسمى مثلا إيه فلان مثلا الظاهر بيبرس الصالحي الصالحي دي هي نسبة إلى أن الأمير بتاعه كان نجم الدين صالح وبالتالي بيسمى باسم الأمير أنه هو اسمه الظاهر بيبرس الصالحي وحنشوف الكلام ده وطبعا المماليك كانوا موجودين في جيش الأيوبيين وكانوا قوة شديدة جدا وكانوا هما دول يشكلوا أصلا القوة النظامية الأساسية اللي موجودة في جيوش المسلمين they developed a martial code and an honor system based on barracks brotherhood and a sophisticated military society their story embraces many of the great themes of medieval military endeavors وده جيمز واترسون في the knights of Islam الطريف في الموضوع أن هؤلاء اللي ما يسموا عبيد أصبحوا فيما بعد ملوك وبالتالي وضعية المماليك في القتال أصبحت أن هي وضعية غريبة جدا من الناحية الفتخية لأن طبعا المفروض أن المملوك ده لا يتم يعني أن ما يبقاش حر اللي لما يعتقه صاحبه أو أنه هو يشتري نفسه ويشتري العتق بتاعه من الأمير اللي هو بيملوك هو قطز والمهول طيب إحنا تكلمنا على أن قطز حصل أن المهول هم نفسهم التطار قطز حكم لمدة مئة يوم بس وبعد كده وهو راجع زي ما قلنا إيه أنه هو تم قتله عن طريق ظاهر بيبرس أما يجم التطار علشان يغزوا مصر بعتوا الرسول بتاعهم علشان يوجه رسالة شديدة اللهجة للمصريين يحذرهم فيها من مغبة مقاومة التطار وينصحهم فيها بالاستسلام لكن طبعا الحقيقة أن ما فيش أي أمان أو سلام للغزاة دول وأن ما فيش أي بلد فتحوها إلا وأهلكوا فيها كل الرجالة والستات والأطفال وخربوا فيها تماما فما فيش أمان لهم فكانش ما فيه أي بديل لتجنب هذه النهاية المؤلمة للمصريين غير أن هما يحاربوهم في عين جلوت والحقيقة صلاحة دين قدس انتصر على المغول في موقعة عين جلوت وده كان في رمضان سبحان الله يعني إيه في كمان رمضان ده بيحمل في طياته انتصارات وبعد خمسين يوم من انتصاره على المغول في موقعة عين جلوت بالزبط تم اغتياله على إيد صاحبه وصديقه الظاهر بي بس يبقى كده المرحلة يعني المرحلة الانتقالية بين الأيوبين والمماليك وضحت ونقدر أن احنا نخش للمرحلة اللي بعدها من أهم الشخصيات اللي كتبت في الفترة دي ريم باسيوني ودي رواقية بأصبحت مشهورة جدا عاملة ثراثية اسمها أولاد الناس بتتكلم على فترة حكم المماليك في مصر رسالة شيخة وإن شاء الله يتمنى أنها تكون يعني ضيفة عندنا في الجامعة خلال الفترة اللي جاية دي إن شاء الله هو إيه اللي خلى الظاهر بي برس يخلص من صديق عمره قدس مين عنده أفكار كان حاسس أنه هو يعني بيخطط ضده يعني بيحاولي اقتله كان حاسس أنه هو بيخطط ضده وعايز يقتله أوكي طيب كويس يا ملك كويس ملك شعبان برضو رفع ديها كان في حد بيوقع بينهم هم الاتنين كان بيروح يقوله كتزم هو عايز يقتله وكان بيعمل عكس تمام مظهور فإذن الخيانة ده هي كان لها تأثير على العلاقة بين اتنين أصدقاء مهمة جدا هابي فيس ممكن يا آية الملك وملك عايزين نشوف بقى ايه التأثير بتاع ان هو قتل صاحبه ده على الظاهر بيبرز وإزاي عبر عنه في الاركيتكتشر بتاعته طيب احنا بس عايزين نعرف ان الظاهر بيبرز ده هو كان اصلا من منطقة تسمى كازاخستان اللي هي النهاردة المماليك حكمه قولنا حوالي 210 سنة طب الاثار اللي سابوها في مصر كانت اثار يعني بديعة جدا وقوية اكتر كمان من الفاطنيين وفيها نمط جميل قوي اللي ان هم بدأوا يعملوا حاجة اسمها الخدمات المدنية او civic services فاصبحت الاثار بتاعته مش مجرد جوامع او اضرحة او اماكن للصالة بل اصبحت مدارس وكتاب ومستشفيات وخدمات عامة للمسلمين فالسؤال اللي بيطرح نفسه why did the mamlux try so hard to do good يعني ايه عشان تقن السبوت بتاع البيبل وده اكتر حاجة عاتها ده I think it's because المماليك كانوا يعني they were taken from different places like they have different backgrounds وما كانوا ليهم من سنة اكتر مثلا عند الناس اللي كانوا الفاطمين الفكرة ان المماليك كان عندهم عقدة نقص صح ايه هي عقدة الناس بايتهم يا ملك يا شعبان المماليك لما جم استمدوا شرعيتهم ان هما انتصروا على المغول يعني قدس انتصر على المغول فدي كانت شرعية كويسة جدا ان هما دفعوا عن المسلمين وحربوا وانقذوا التطار البلاد من التطار والايوبيين نجحوا في ان هما يستردوا باية المقدس فكل انجاز من دول كان كويس بس المماليك استمروا في الحكم رغم ان هما كانوا مماليك فيبدو ان ده كان احد العوامل اللي بتخليهم يتخربوا من الناس عن طريق يعملوا خدمات ويعملوا مشروعات عمرانية تفيد المجتمع خاصة بسبب نقطة ضعف دول يبقى تاني اخر سؤال ايه هي نقطة الضعف اللي كانت موجودة؟ ان هما كانوا يعني كانوا عبيد فهم كانوا محتاجين لهم او عايزين لهم يعني يثبتوا نفسهم ده من ناس عكس الفاطميين اللي هما كانوا من ناس للرسول صلى الله عليه وسلم والحاجة التانية المماليك البحرية قلنا اللي هما كانوا بيتدربوا او كان معسكر بتاعهم في جزيرة الروضة اللي هي على طرف النيل في حتة اسمها يعني قريب من المانستيرلي اللي عارف منكم الروضة دلوقتي ا applying 이 elephants has grown heads فدي الحتة اللي كانوا بيتدربوا فيها وبالتالي تسموا المماليك البحرية لان هما كانوا على البحر اللي هو النيل والمماليك البررجية كانوا في مرحلة لاحقة بيتدربوا في منطقة القلعة اللي هو فوق على الجبل عند جامع محمد علي كده عشان كده تسموا المماليك البررجية على است fırs انهما كانوا بتدربوا في مناطق القلاع والابراج طيئ، ممكن حد بقى يقول تاني أيه سوء الفرق بين المماليك البررجية والبحرية إن المماليك البحرية كانوا بيطمرانوا في جزيرة ورايبة من النيل وإن المماليك البرجية كانوا مكان تدريبهم في الألعة أو الأماكن الجبلية وكده تمام يا نديم هابي فيس لنديم طيب هنبتدي بأول واحد اللي هو جامع الظاهر بيبرز طيب الظاهر بيبرز ده ترتيبه إيه من ناحية المماليك في الحكم مين يقول لكن قبليك في مماليك في السورة اللي هو من أول ممكن نقول إن شجرة تدر أول مملوكة يعني وبعد كده ممكن نقول إن قطس كان مملوك لكن أول مملوك تستقر ليه الأمور لدرجة إن هو يسمح إن هو يبني منشآت تخلد اسمه كان هو مين الظاهر بيبرز جامع الظاهر بيبرز إحنا نبارح زرناه في النايت بتاعتنا اسمه الظاهر الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرز البندق داري الصالحي أوكي مين يقول لي كلمة الصالح دي نسبة إلى إيه؟ الصالح مجم الدين أيوبي الصالح نجم الدين أيوبي بس مش أيوبي أيوبي ممكن تقولي إن أيوبي دا كان اسم الدلع يا المزاك يعني ممكن اللي هو في منطقة لحد النهاردة موجودة في القاهرة اسمها الظاهر فحي الظاهر أو المصريين ما بيحبوش يقولوا الظاء فبيقولوا عليها الظادة على طول فحي الظاهر هو نسبة إلى إيه؟ إلى الظاهر اللي هو الملك الظاهر ومازال حتى النهاردة المسجد بتاعه واخد المساحة الضخمة اللي هي 11 ألف متر مربع يعتبر يعني تاني أكبر جامع موجود في مصر بعد جامع ابن طولون اللي هو 17 ألف متر مربع وحنتفرج عليه الخريطة بتبين فين القاهرة الفاطمية اللي موجودة قدامك بالخط المنقطة الأصفر جواها جامع الأزهر وفي الجزء الشمالي منه لما نخرج من باب الفتوح هنمشي كده في شارع البهنساوي وبعا كده نمشي كده يمين حتى صغرنا نلاقي نفسنا عند جامع الظاهر بيبرس اللي هو أخيرا تم تجديده وأصبح حاجة جميلة جدا مبارح صلينا فيه التراويح فجامع الظاهر بيبرس يعتبر أول جامع اتبنى في عصر الممليك وبالتالي احنا متوقعين أن يكون فيه ملامح بتاعة المساجد المملكية مش الملامح بتاعة مساجد من نوع آخر من الحاجات الظريفة أن الجامع ده يمكن من سنة 99 وهم بيحاولوا يرمموه لكن الحالة كانت بؤس جدا فيه بسبب أن كان فيه مياجة وفيها جوه الجامع وكان متهالك من الداخل تماما فالصورة اللي في النص دي بتبين لك إزاي أن الجامع بحاول أشوف فين شايفين المناطق اللي كان مفروض فيها الباكيات متهدمة بالكامل وكانوا بيعيدوا بناءها بالخرصانة فالجامع في الحقيقة ما كانش فيه غير بس الصور الخارجي اللي موجود بتاعه والبوابات اللي موجودة هنا أما من الداخل فكانت حالته مزرية جدا استمر الترميم فترة طويلة جدا أنه كل مرة كانوا بيفشلوا لحد لما جات حكومة كازاخستان وأنفقت أموال طائلة يقال أنها حوالي 10 مليون دولار على عملية ترميمه اللي قام بيها المقولين العرب وكانت أول حاجة أنه هم يصلحوا الصرف الصحي اللي موجود في المنطقة أنه هم يعملوا مجموعة من الأبار علشان يشفطوا المية الجوفية ويتردوها برى الأرض عشان يعرفوا أنه هم يشتغلوا وبالاعتماد على الرسومات اللي كانت موجودة للجامع في عصر ما كانت شغال قدروا أنه هم يستنسخوا الحالة اللي كان الأصلية اللي كان موجودة عليها المشكلة في جامع الظاهر بيبرس أنه فترات الإهمال استمرت لحد حوالي 300 سنة يعني لمدة 300 سنة ما كانش فيه صلاة ففي الوقت اللي فيها الجامع الأزهر كان جامع ينتمي للفاطميين وفيه شيعة وفيه قصص وكده جامع الأزهر رجعت الصلاة فيه بعد 100 سنة من ذهاب الفاطميين أما جامع الظاهر بيبرس اللي هو أول جامع سني في عهد المماليك يتبني وأول جامع يتغير فيه المذهب بتاع مصر إلى المذهب الشافعي قعد 300 سنة لا يصلى فيه بل يعني الأكثر من ذلك أنه هو في عهد الاحتلال الفرنسي لمصر تحول إلى معصر للجنود الفرنسيين وفي عصر محمد علي تحول إلى يعني مصنع للصابون وفي عهد الاحتلال البريطاني تحول إلى مدبح بيتبحه فيه اللحوم والحيوانات يعني كان مهمل تماما طول الفترة اللي فاتت ده من أول بدايته تقريبا لحد لما تفتح السنة دي فأول رمضان لي حتى في عهد العدوان السلسي في عهد جمال عبد الناصر كان بيستعمل على أنه محط الدفاع مدني وبيتحط فيها عربيات المطافي والمنظر ده بدأت جهود إعادة التأهيل بتاعة الجامع سنة 2007 سبعة عن طريق الحكومة الكزخستانية وفشلت هذه المحاولات في 2011 وتعطلت وفاينلي it was completed السنة دي وتفتح عشان كده كان مهمة قوي إن احنا نروح نشوف المسجد لأول مرة من 300 سنة تقام فيه صلاة متخيل جامع كان معطلة فيه الصلاة لمدة 300 سنة طيب سؤالين هنا عايزين نسألهم السؤال الأول إيه السبب فيه إن جامع الظاهر بيبرس استمر 300 سنة مغلق من يجاوب عشان ما كانش فيه صلاة آه ليه ما كانش فيه صلاة يا عمر آه مش عارف بصلاة طيب لأنه كان بايز من جوة وكانت فيه مياه جوفية آه طيب ده جزء من التاريخ الحديث يا لوجين طبعا يعني احنا قلنا المياه الجوفية دي موجودة بس أكيد المياه الجوفية دي جات بسبب المباني اللي موجودة حواليه اللي بقى الصرف الصحي بتاعها بيرفع منصوب المياه الجوفية لكن هل كان فيه لعنة معينة للظاهر بيبرس تتصور عشان قتل صحبه آه آه ليس كده أعمالك أكتلي يعني يقال ان فضل يعني لفترة طويلة جدا ان الظاهر بيبرس يشعر بالندم على انه هو آه يعني خان صديقه ورفيقه في الكفاح وانه هو قتله وانه ده كان السبب الأساسي اللي خلاه يعمل الجامع ده كان هو من أنواع التكفير عن السيئات طايفين منظر الجامع كان عامل ازاي آم عايزين نشيل بقى الحاجات دي طيب نتفرج بقى على شكل البلان بتاع جامع الظاهر بيبرس من جوه أول حاجة هنلاحظها ان الجامع مستطيل البلان تايب بتاعه ايه كورتيارد وكي ده مين اللي قال هانا او برافو يا هانا عرفتي ازاي ان هو كورتيارد شكل البلاند ان هو في ايه ان هو في كورت كبير في النص اوكي الحدة اللي في النص دي معناها ان هو كورتيارد ستايل يعني اذا في مجموعة من الاجزاء المظللة فوق ويمين وشمال وتحت لها اسم معين مين عارف الاسم ده نسأل الرواق الرواق ماشي هنلا ادي فرصة لحد تاني يا فهنا آآ هنه هاني طيب ايه ماذا اسمه ايه اسمه الرواق برضو ايه ده طب جانا جانا طارق اسمه ايه يا جانا اسمه الرواق ماشي طيب يبقى عندنا الرواق الرواق القبلة اللي هو الكبير قوي وعندنا اتنين رواق من اللي مين ومن الشمال ومن تحت هم دول اللي ايه اللي مدينه الطابع بتاعه بس تلاحظ حاجة معينة في الجامعة ده او مفروض ان هو الجامعة ده يكون الطراز بتاعه طراز ايه طراز مملوكي والطراز المملوكي ليه ملامح معينة حنتفرج عليها بعد كده اول حاجة مختلفة ان هو الطراز المملوكي احنا قلنا بيبقى نظام الايوان ستايل مش الكورتيارد ستايل الحاجة التانية ان هو فيه حتة كده حوالين القبلة عاملة زي ايه مرفوعة وباينة من هنا كده اهي اللي هي مرفوعة عن بقية السقف ودي كانت موجودة في جوامع تانية قبل كده حد فاكر كانت موجودة فين واسمها ايه 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 دي المناريت لا السقف نفسه مرفوع شايف الحتة السغنانة دي لوجين ده اللي هو ايه المجاز اللي هو كان مفهود ان هو بيدخل انارة للجزء اللي في النص من هنا ومن هنا علشان ينور الحتة بتاعت الصلة وبعدين بيتحط ايه قبة كده صغيرة حنشوف بعد كده ازاي ان دي شبيهة في جوامع تانية بس اول حاجة الاحظها هنا في الجامع اولا وجود القبة الضخمة اللي فوق القبلة ده دي اول مرة نشوف قبة ضخمة كنا منشوف قبة صغيرة في المساجد الفاطمية قبة صغيرة هنا فوق القبلة وقبتين صغيرين هنا وهنا يا دوبك بس واضح ان الكونستراكشن تطور لدرجة ان احنا اصبحنا ممكن نحط قبة كبيرة فدي اول حاجة تاني حاجة لو انا بصيت على الشغل ده وشلت الايه شلت القبة دي واحتفظت بس بالايه بالوجهة بتاعته يعني حشيل دي كده اوكي وحبص على شكل الوجهة هلاقي في الاركان في حاجة عاملة كده وحاجة عاملة كده دي عاملة زي ما تكون ايه شبه ايه هل هقدر احدد اذا كان ده جامع ولا لأ من مجرد النظر للوجهة من غير القبة والارشاط ولا هفتكروا حاجة تانية تكروا حاجة تانية ايه هي يا ملك زي ساحة مثلا او تجمع او كده بس مش جامع هو احس اكتر انه هو زي ما يكون قلعة مش فيه ابراجة هي زي ما تكون فيه ابراج حراسة في الاركان شايفاها يا ملك او دي ها فعلا وبعدين جزء ده عامل زي الكرينيليشنز دي عامل زي ما تكون السنون بتاعة القلعة اللي بتهيئها فده يدي إنديكيشن أن حتى الفترة اللي كان بيحكم فيها الظاهر بيبرز نتيجة للمعارك مع المغول ومع بقايا الصليبيين كان الفكر العسكري مسيطر على الاركيتكتشل لدرجة أن حتى لما كانوا بيبنوا الجوامع كان فيه إحساس ما أنه هو محتاج يديها شكل بإنها إيه إنها لسه بتشتغل وظيفة القلعة أو بتحرص المنطقة اللي هي فيها بل أكثر من ذلك أنا لو بصيت على شكل الأوبة على إنها تكاد تكون إيه بص كده معي ولم يعاد إن شاءها لو بصيت في الصورة اللي على الشمال للمسجد وهو متهدم هتلاقي إن ما فيش أوبة موجودة حتى في حالة الترميم ما رجعوش الأوبة كما كانت إيه الفرق بقى ما بين جامع الظاهر بيبرز وبين جامع الحاكم لو أنا بصيت على جامع الحاكم اللي إحنا زرناه في الفيل تريب المرة اللي فاتت وبين جامع الظاهر بيبرز حد يقول لي إيه العلاقة ما بينهم من ناحية البلان تايب والكمبلكسيتي والفنكشن والدوم لوكيشن؟ ما شبه بعض بس أوكي شبه بعض في إيه بقى؟ أنا عايز مقارنة يعني ممكن يكون سؤال في الكورس what is the relationship between these two mosques one of them Fatimid such as الحاكم and one of them early Mamluk such as Zahar Beperz from the point of view of the plan type the plan complexity, the function, and the dome location هو المجاز سميلر ولا مش سميلر ديفرنت ولا سميلر سميلر أوكي هاوار دي سميلر يا هنة يعني جانرالي سبيكينج الحاجات متوزعة من نفس التوزيع بس مثلا المجاز في مزجد الظهر بيبرس أكبر ودوم أكبر نظبوط ومن ناحية البلانت تايب نجي الإجابة النموذجية يا هنة لما أقول البلانت تايب بوث plans are what courtyard style صح نعم اوكي بقى that's one بقى the plan type is similar what about the plan complexity بوث plans are simple simple ولا complicated simple very simple طب what about ده بقى مش مكتوب في الأسئلة what about the type of support يعني اللي شعيل الجامعة عزت نفسه peers ولا columns في الظهر بيبرس and columns actually لا هي peers أنا إزاي حعرف أنها peers لما حلاقي أنه هو إيه أن الجزء جامد الجزء المرسول في البلان معمول كده زي ما يكون حيطة صح طايفة دول اوه اختبالي بقى دول دول اسمهم peers لأن لو columns هتبقى نوع فدول ممكن يكونوا columns لكن دول ايه peers بقى both plan types have peer supports طيب what about the function both of them are just for prayer ولا فيهم آآ استخدامات أخرى آدم ايه هما دول يعني دول peers اللي هي شكلهم على شكل cross section متى ما تشكل يكتنب لكده مظبوط طب بالنسبة لاستخدام الجامع هو بيستخدم كجامع ولا بيستخدم على أنه آآ مستشفى وحاجات تانية what is the function of the mosque for prayer ولا for other purposes يعني هو كده كده for prayer ممكن يكون في حاجة تانية كده كده for prayer هو مفيش في مكان لحاجة تانية صح يعني ده رواق ورواق رواق ورواق رواق ورواق يبقى كله مستخدم للصنة فالfunction بتاعهم كلهم انه هما ايه for prayer والdome location is it the same ولا different هنا هنا في دوم وهنا في دوم بس بتاعت الحاكم الحاكم صغيرة شوية أصغر من بتاعت الزهر بكتير أصغر بكتير شوف الفرق وكمان كان في دوم هنا وفي دوم هنا فالdome location is the same بس this one is a is bigger طيب بالنسبة بقى للجزء المرفوع شوف هنا الجزء المرفوع كان كنز ورفيع ازاي وهنا الجزء بقى ايه بقى ضخ ومرفوع ازاي فإذا there is a lot of similarity between الظاهر papers which is the sunni موسك صح وما بين الحاكم which is ايه الشيعي موسك صح انا بقى عايز حد يفكر لي في السبب ده كيف يعقل ان يكون الظاهر بيبرس بينش البلان بتاع المسجد بتاعه اللي هو سني وجاي بيقلب المسجد الشيع رأسنا على عقب كيف يكون في كل هذه اوجه الشبه ما بينه وما بين الطراز اللي موجود ايام الفاطميين كيف يعقل هذا عشان هو كان مملوك لحد في الفاطميين ولا بقى لا الفاطميين ايه بقى انا الفاطميين اه الفاطميين دول خلصوا من اكتر من 80 سنة لان جوا من بعد الفاطميين جم الايوبيين حكموا لمدة 79 سنة اي 80 سنة وبعد كده جي شجرة الدر وبعد كده جي قدس وبعد كده جي من الظاهر بيبرس فده لا يمكن يكون ان هو كان عاصر الشيعة لان مش معقول كان عنده ايه كان عنده مينس تان مثلا لما لما الفاطميين مشوا ففكرة ان هو كان معاصر للشيعة او للفاطميين مش فكرة لوجيكل وما لقيت تفسير ممكن عشان حالة البلد فما كانوش قادرين قوي ان هما يفكروا في طريقة جديدة فاخدوه بس زودوا فيترز مثلا زي ان هما يكبروا لدوم او كده علشان يبقى مختلف مظبوط يا ملك this is very smart double happy face لملك يا ايه ايه اللي حصل لو انت فكرت من ساعة لما بنوا اخر جامع في عصر الفاطميين اللي هو جامع ايه اللي بانا في عصر العدد وكان اول جامع دخلناه قبل ما نخش من باب زويلة كان اسمه جامع ايه الصالح طلاقع الصالح طلاقع فاكرين الصالح طلاقع ده يعتبر اخر جامع في عصر الفاطميين هل في جامع اتبنى بعد كده قبل الظاهر بيبرس جامع يعني معتبر كبير كده بنا حاكم لا لم يشهد اي بناء جوامع كبيرة وبالتالي انه اول مرة تتاح لحاكم ان هو يبني مسجد كان الظاهر بيبرس فالظاهر بيبرس عنده ايه ريفرنس يعتمد عليه ايه البريفيس كلها قدتة اكبر من الازهر فحتلاقي ان هو تأثر به من حيثه البلان تايب من حيث فكرة الرواق من حيث وجود القباب فيمكن يكون من المنطقي ان الظاهر بيبرس لسه مقدرش يطور طراز مختص بي المماليك وبالتالي كان مفيش بد من الا ان هما يقلدوا جوامع الفاطميين اللي كانت موجودة فهتلاقي ايه كل اوجه الشبع ده هي اوكي طيب حد بقى يشرح لي اللي انا قلته ده ايه طريح حد شايفين الحتة دي ده مفروض المكان اللي فيه الايه القبا علشان ما بنوش القبا فهما سدوا الفتحة بتاعة السقف وعملوها فلات اوكي فده بسبب ان هما ما قدروش تحملوا تكلفة انشاء القبا العملاقة دي بس انا متخيل لو اتبانت القبا ده هتبقى واحدة من اكبر القباب اللي موجودة في مصر طيب بقى احنا كده الظاهر بيبرس عنده انفلوينس من الفاطميين واضح جدا اولا ادي بقى ايه ملخص الملامح المشتركة اولا عندنا مني ديكوريشن تيكن فروم الاقمر ان صالح طلاقع such as the cushions of the arch over the main entrance and decoration features recalling the fatmet gates of بدر الدين الجمالي شايف الحاجات المشتركة اللي ما بينهم ثانيا النوع الارش اللي موجودة في الكورتيارد is actually very similar يعني الكورتيارد بتاع الحاكم عبارة عن pointed arch والكورتيارد بتاع الظاهر بيبرس برضو pointed arch والاتنين محتوطين على piers مش على ايه مش على columns اكتشو ده بيفكرنا بجامع تاني كانت العمدان فيه او السابورت بتاع السقف متشال على piers اللي هي ايه اللي هو جامع برافو فادي ايه ملخص العناصر المشتركة it's very hard to distinguish features the protruding entrance موجود هنا في الظاهر وبرضو موجود في ايه في الحاكم يبقى اللي فوق البروترودين اللي موجود هنا في الظاهر واجه البروترودين اللي موجود فين في الحاكم ايه كمان اوكي الزخارف اللي موجودة في الظاهر اوكي والزخارف اللي موجودة في الحاكم وفي الاقمر شايفين اوكي شايفين شكل الارش في الظاهر اوكي وشكل الارش اللي موجود في الحاكم pointed arsh وpointed arsh فthere are a lot of a of similarities between الاقمر and الظاهر and الحاكم so it's obviously one of the most important things to resemble ندخل بقى على تاني جامع اللي هو المنصور قلوون اللي معمول في شارع المعز طب نبص كده على التواريخ الفرق ما بين الظاهر بيبرز وقلوون كم سنة هنا 1284 وده كان سنة كام عدي فاكر يعني مش فارق كبير 1284 ده مجمع ده مجمع قلوون تعالى بقى كده ايه وشوف اصلا قلوون وصل ازاي المنصور سيف الدين قلوون الالفي من 1290 ل1222 رأس أسرة حكمة مصر والمشرق العربي ما يزيد على قرن من الزمن لقب بالالفي بالنسبة الى قيمته 1000 دينار توجع على عرش مصر خلفا لبدر الدين سلامش 1272 توفى في الكسطنطينية 1291 ابن السلطان ركن الدين بيرس الذي لقب بابن البدوية ونصب سلطانا في عام 1279 وهو في السابعة من عمره اللي يصبح سيد السلاطين الدولة المملوكية حكم من مودة نائة يوم اول امر عرض عرض الامراء السلطنة على الامير سيف الدين كلعون الالفي الا ان كلعون الذي كان يدرك رفض السلطنة قائل للامراء انا ما خلعت الملك السعيد طمعا في السلطنة والاولى قال لا يخرج الامر عن ذريات الملك الظاهر فاستودع سلامش الذي كان طفلا في السابعة من عمره الى قلعة الجبل وتم تنصيبه سلطان باللقب الملك العادل بدر الدين ومعه وكلعون الالفي اتكن اتابكا يعني قائد الجيش اتابكا ومدبرا للدولة وكتب الى الشام بما تم فحلف الناس بتمشق كما وقع الحلف بمصر فاصبح كلعون هو الحاكم الفعلي لبلاده امر بأن يخطب باسمه واسم سلامش معا في المسجد بأن يضرب اسمه مع اسمه على السكة كما شرع شرع في القبض على الامراء الزهرية وإيداعهم بالسجون بينما راح يستميل المليك الصالحية عن طريق منحهم والقطاعات والوظائف والهبات بهدف سيطرته الكاملة على البلاد تمهيدا لا تلاقه تاخت السلطنة ولما حس كالعون ان البلاد قد صارت في قبضته بالكامل استدعى الامراء والقضاء والاعيان بالقرعة الجبل وقال لهم قد علمتم أن المملكة لا تقوم إلا برابي الكامل فوافقه المجتمعون وتم خلع السلامش بعد أن ظل سلطنة اسميا نود 200 يوم ونصب قلعون سلطنة قلعون بس النبي سلامش صح؟ سلامش كان هو كان ابن الزهو الظاهر بيبر بس كان عنده كم سنة؟ سبع سنين سبع سنين فرحوا قالوا القلعون يا عم قلعون أنت يمسك أنت الحكم وسلامش ده صغير قال لا 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 يا جماعة أنا مش هيزحكم مصر أنا ده تشريف مش تكليف والبقين الحلوين دول الأولى أنه واحد من ناس الزهر بيبر هو اللي يمسك وراحوا مسكين سلامش وهو عنده سبع سنين وحلفوا له اليمين وبقى هو السلطن الاسمي وتعين قلعون سلطن قائدا للجيش وهو الوصي على الحكم بتاع سلانش وبعد فترة طبعا من الزمن كلنا عارفين اللي حصل إيه إن هو ظبط الدنيا وبدأ إن هو يستميل الناس والفقهاء والعلماء والأمراء لحد لما إيه لما اقتنعوا بيه فبعد كده إيه راحوا إيه راح جمعهم كلهم وقال لهم الجملة الشهيرة دي قد علمتوا إيه فرح وقد علمتوا أيوة يما فرح فقرة وقد علمتوا أن المملكة لا تقوم إلا برجل كامل معناها إيه عشان هو يعني كان عنده سبع سنين فصعب إن هو يحكم ما ينفعش يعني يحكم فوافقه بالمجدعون وتم خالع سلامش بعد أنزل سلطانا اسميا لمائة يوم ونص بقلوون سلطانا وبالتالي بدأ حكم أسرة أسرة قلوون يبقى أنا عندي مجموعة من السلطين الممليك اللي حكموا مصر اللي مدد مائة يوم أو أقل مين يقدر يعمل لي حصر بيهم سلامة وكوتوز وشاور صدر صدر شوفوا كم واحد يعني إحنا بنتكلم على ستة أربعة منهم حتى الآن كل واحد منهم كان بيحكم فترة تقل عن ثلاث شهور من أول خمسة وخمسين يوم أو خمسين يوم زي ما كوتوز حكم مصر ودوبك يعني وصل الانتصار إلى المصريين إلى شجرة الدر إلى سلامش ده جي بقى قلوون بدأت الدنيا تستقر وقدر أنه هو يعمل المعجزة العمرانية المدنية الحديثة اللي احنا شايفينها دي مجمع قلوون هنا بقى نستطيع أن نشوف إيه إزاي الدنيا تغريارت حد بقى يقدر يقول لي هذه الفيتشورس بتاعة البلان طبعا نحن زرنا مجمع قلوون في الزيارة بتاعتنا لشارع المعز حد يقول لي بقى إذا كان في أي شبه ولا الدنيا تغيرت ولا إيه اللي حصل ما بين فترة الظاهر بيبرس إلى فترة قلوون بص كده على البلان وغني لي بقى قول لي إيه الجديد الزيارة بتاعة البلان المعز بقى وغني مجمع قلوون وما كانتشو أغدا A form of rectangle Or square Like it was usually شايفين الإيوان فين الكراس شايفين أخذين بالكم وبيفتحوا على كورت يارد صغير وبيفتحوا على كورت صغير يبقى نمط البلان ذات نفسه اتغير وأصبح فيه كذا خدمة عندنا مدرسة وعندنا مزليم يعني ضريح وعندنا مارستان يعني A hospital فقلنا أن الحاجات دي كلها اتغيرت وأصبح فيه عناصر خدمية كتيرة أهمهم كان قضية المستشفى دي اللي قلنا من المحاسن اللي مذكورة فيها في الوقف بتاعها أنها مش بس كانت بتعالج العيانين بالمجان ولكن كمان كانت بتعالجه ببلاش كانت بتدي لللي بيخف بتدي له طعام يعني فراخ وبيض يقال أنها كانت بتقضيل لمدة أسبوعين يعني فترة النقاها بالكامل زائد أن زي ما كان الفيديو بيتكلم أن هما كانوا بيسمعوا المرضى موسيقى علشان يعني تساعدهم على الشفاء مجمع قلوون مبني على الأنقاض بتاعة بين الأصرين أو الأصر الشرقي والغربي اللي كانوا عاملينه الفاطميين في العصر بتاعه فالأرض اللي كان عليها الأصر ده هي الأرض اللي اشتراها قلوون علشان يأسس عليها المجمع بتاعه ده المدرسة بتاعته كان فيها أربع إيوانات مختلفة كل إيوان منه مقصص لمذهب من المزاهب السنية الأربعة اللي هي دائماً حيبقى ده النمط اللي موجود في كل المدارس اللي هو المالكي والشافعي والحنبلي والحانفي وكي ويه this begin marks the beginning of a new architectural design phase known as the complex that typically included more than one architectural component and function في بس هنا ملمح بسيط إحنا قلنا إن إيه إن المفروض إن ده ضريح أوكي والمفروض إن الضريح ده مدفون فيه محطوط فيه القبر بتاع آآ قلوون الضريح ده متشال على الأوبة الأوبة اللي هي دي أوكي لو لاحظت إن القادة بتاعتها متمنة أوكي اللي هي موجودة هنا كده أهي octagon ومتشال على four giant peers أوكي وfour small columns شوف نحن منظر بتاعها ده وطبعاً المحراب موجود فيه محراب هنا وفيه موجود محراب تاني موجود هنا دول أجمل محرابين موجودين ده بيسموه موزليم الموزليم ده اللي هو يعني إيه الضريح أو المكان اللي بيدفن فيه فيه حركة كانت معمولة هنا في الموزليم ده إيه علشان تقدر إنك تخش لو عايز الناس تصلي بتقف في الصفوف هنا فخلي بالك شوف إزاي إنه هو ما عملش الباب من هنا ولا عملوا من هنا لكن عملوا إيه من طرقة من النص بتخش وبعد كده إيه بتخش على المكان بتاع الصلة من وراء عشان ما تبوصش الصفوف ونفس الحكاية لو إنت عايز تخش من هنا لو فاكرين إحنا دخلنا من إيه من الحتة دي كده ودخلنا هنا ودي الحتة اللي خدنا فيها إيه الصورة الجماعية بتاعتنا طيب نعمل كده مقارنة ما بين اللي حصل في تطور الاركيتكتشر بلان ما بين الظاهر بيبرس واللي جيه بعده على طول يعني الفرق بينهم أهو 1268 و 1284 يعني 16 سنة in only 16 years things have changed dramatically can anybody summarize the changes that took place in the architecture كان فيه structural elements بينها أكتر في cologne وكانت spaces متأسمة بالstructure ما كانش courtyard و كانت يعني spaces متأسمة based على function فما كانتش شرط أن هي وغدا one big يعني one big shape كانت متأسم والمداخل ما كانتش من نص type is no longer A plant type is no longer courtyard style صح ايوان ايوان style والcomplexity والcomplexity is more الplan بتاعته is more complex than الزاهر بيب دا يعني very poetic يعني the complex is becoming more complex صح اي والfunction الفunction في الcomplex varies الcomplex can leave three functions لكن الزاهر بيبر can leave function واحد ان هو بس مزجل تمام واهم حاجة بقى الدوم location الدوم هنا كانت فوق ايه المحراب المحراب يعني مكان الصلة وهنا الدوم بقى ايه at the center سنت لا فوق الموزليم يعني هنا في ضريح يعني تحت الابة واحد مدفون وهنا تحت الابة واحد بيصلي اوكي هنا الجوامع كانت بتبنى من اجل الصلاة وهنا الاماكن بقت بتبنى من اجل دفع السلطان فده تطور مهم جدا ان اصبح في مثل عربي بيقولك تحت الابة شيخ اوكي يعني بقت الدوم significant برعال 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 هذا مهم جدا وهذا سيكون واحد من المهم 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 يبقى اول مرة كده نقدر الحمد لله الامر الامن استتب واصبح الممليك لهم التراز المعماري المميز لهم الا وهو ايه الا هو ان ال complex plan ايوان type دوم over mausoleum and significant differences in the architecture elements this is some images to show you what these features are ادي ال entrance ال pointed arch boxes المュpark اللي المزليم اللي تحت الضريح اللي مدفون فيه السلطان قلاوون ال jal 만 المضاي young Eh الكورتيارد اللي فيه الارбع ايوانات المدرسة ال pointed arches وال محراب الجميل اللي موجود في الموزليم وفي المدرسة دي اللي أنا كنت لسه بشرح لكم عليها المدخل إزاي بيبص في طرقة وبعد كده بيتوزع يمين أو شمال عشان يوصلك لقاعة الدرس في المدرسة أو إلى الضريح في الجزء اللي مدفون في قلوان قلنا الأحلى منه بس اللي هو تاج محلي في الهند ومتشال على اللي هم الضخمين دول شايفينهم البيرز الضخمة دول دول اسموهم بيرز أدي واحد اتنين تلاتة والرابع هنا وراه وفور كولمز اللي هو ده وده والأربعة اللي وراه فالقبا متشالة على فور بيرز and فور كولمز من بره بقى اتكلمنا على النقطة دي مبارح لو انتوا فاكرين شايفين القبا متشالة على إيه الجزء ده الجزء العالي قوي ده بيسمها ايه الرقبة يبقى دي رقبة القبا اوكي رقبة القبا عادة بتبقى أقل من كده بكتير فاحنا نلاحظ هنا الطريقة اللي متشالة عليها القبا أولا ان الرقبة عالية جدا اوكي ثانيا ان هي الكونكشن ما بين الرقبة وما بين الدوم is really clumsy يعني تحس كده ايه دي حاجة وفيها حاجة وبعدين فيها ايه حاجات كده دعمات عاملة زي موجودة في الجنب علشان تشيل القبا ما هيش really need بس فكرة ان الرقبة عالية دي مقصود بيها حاجة في الفيجن لان عشان الشارع المعز من تحت دا يقاوي لو انت بتبص من هنا كده وعايز تبص فوق اوكي مش هتشوف القبا لو هي محطوطة على السقف على طول صح؟ يعني لو القبا موجودة هنا كده اوكي هل كانت حتبان من تحت؟ لا لا كانتش هتبان فكان لازم يرفع القبا على رقبة ترفحها بحيث انها ايه؟ تبان من فوق هنا اوكي شايفين الهورس شو قرش؟ هنا اوكي الهورس شو قرش دا اللي هو حدوة القصان دا متاخد طبعا تأثيره من الاندلس شايفين ادي القرش اوكي وبعدين معمول ريساس لجوة وبعدين محطوط فيه ايه؟ اللوغو بتاع المماليك البحرية ايه هو اللوغو؟ اللي هو عبارة عن دايرة وشباكين طوليين if you see this in any building then you know that this is the sign of a of بحري مملك architecture it's going to be different from the sign of بورجي مملك architecture مرة تانية هي zoom على features بتاعته بتاعت ال entrance gate اللي هو الportal 20 meters high افتكر الارقام دي عشان المصابقة بتاعت الجابرتي and slightly horseshoe arch entrance pointed one two vertical arch recesses born by marble pillars اوكي and the calligraphy is the solus او خط السلوس اللي بيبقى مكتوب عليه تاني ايه هي الاشارة او signature بتاعت عمارة المماليك البحرية نعرف ازاي ان الوجهة دي لها علاقة بالمماليك البحرية السيكل والدابل القاعدة او الرقبة المسدسة بتاعت القبة لها شبه كبير بالقاعدة بتاعت قبة الصخر اللي موجودة في بيت المقدس وطبعا ده بسبب ايه بسبب ان قلعون كان مازال مستمر في قتال الصليبيين على عكس ما هو معتقد ان صلاح الدين خلص البلاد من الصليبيين الحقيقة ان هو حرر القدس لكن الصليبيين فضلوا موجودين في عكة وفي يافة وفي كثير من المدن الساحلية وحتى في الشام لحد لما جي ابن قلعون وخلص فتح عكة وطبعا عكة دي مشهورة جدا انها تحصيناتها قوية فدايما المثل اللي بيقول ايه انت فتحت عكة يعني عملت اصعب شيء ممكن يتعمل الا وهو فتح ايه فتح عكة ويه طبعا ايه الفرق ما بين التوم حرابز اللي موجودين واحد موجود في المدرسة واحد موجود في الضريح اوكي عندنا واحد على اللي مين في البشمهندسات ايا وملك وهنا ونورهان وفي واحد تاني ما معلوش حد حد بقى يقول لي which one is which فين المحراب اللي موجود في الضريح وفين المحراب اللي موجود في المدرسة اوكي الصغير هو بتاع مدرسة الصغير يعني ايه اللي هو اللي ما فيهوش جباش معنسين طيب اللي على الشمال يعني ايه واليمين هو هو اللي بتاع الضريح عشان هو اكبر كمان المينرت بتاعت قلوون احنا قلنا ان البيز بتاعها is square which is not the typical مملك yet منرت يبقى صحيح البلانتة اتطورت بس المأزانة ما زالت مربعة القاعدة زي المأزانة المربعة اللي بتاعت الحاكم اوكي وزي المأزان المربعة اللي موجودة في المغرب العربي ففيه تأثير اكتر من المأزان اللي موجودة فيه في التراز الاندلسي حتى كلمة الهورس شو قارش ده ايه هنلاقي انها في العمارة الاندلسي ولسه موجودة لحد النهار ده كمان الجزء اللي موجود هنا ده الباترن اللي موجود فيه الرقبة المدنة من فوق وادي الايه الهورس شو قارش اللي موجود ودي المأزانة القاعدة بتاعتها المربعة اه احنا قلنا قبل كده ان المأزانة دي كانت سقطت قبل كده واللي جدتها هو ابنه الناصر محمد ابن قلوون وده الدليل اوكي كان يسين او ده سملارتي بتوين المأزانة بتاعت قلوون والمأزانة اللي موجودة في اسبانيا واللي موجودة فين في المغرب حد يقدر يطلع لي عناصر الشبه اللي موجودة او الالمنت اللي متاخدها سكوير بيس سكوير بيس دي اول حاجة انا تعالى بقى نتكلم على الزخارف فين الزخارف اللي موجودة مشتركة الارتز الصغيرة اخر حاجة بقى اللي هي ايه مدرسة السلطان حسن طبعا مدرسة السلطان حسن دي قصة طويلة محتاجين ان احنا ناخدها على تأني شوية بس هنبتدي فيها النهاردة طبعا مدرسة السلطان حسن قدام القلعة في حتة اسمها ميدان صلاح الدين السلطان حسن هو حفيد الناصر من قلوون ابنه محمد ابن قلوون وحفيده اللي هو السلطان حسن بقى 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 مش ضخمة قوي 7900 متر بس الارتفاع بتاعها كان شاهد جدا برضو على نظام الكمبليكس في مدرسة وفي كتاب وفي نيرسري وفي أورفنج دار ايتام وفي داريح وموزليا لو احنا بصنا على تسلسل الحكام حنلاقي ان اول واحد اللي هو قلوون وبعده جاء ابنه صلاح الدين خليل ده اللي كان مفروض يفتح عكا وبعد كده جاء اخوه أخوه صلاح الدين خليل الناصر محمد بن قلوون وبعد كده تخلع خلعوا الاتنين الأمراء دول زين الدين كاتبوغة وحسام الدين لاجين وبعد كده رجع تاني محمد بن قلوون وبعد كده جاء بيبرس الجاش الكير ده برضو واحد من الأمراء وبعد كده رجع تاني الناصر محمد بن قلوون فاللي نلاحظه هنا هو ايه تكرر الخلع والانخلاب على السلطان فالناصر محمد بن قلوان جيه تلات مرات وبعين جم مجموعة من الامارات لحد لما جيه ناصر الدين حسن اللي هو مين هو ده السلطان حسن وبعدين خلعوه هو كان صغير ساعتها وجابه صلاح الدين صالح مرة تانية وبعد كده جيه الناصر صلاح الدين ناصر الدين حسن اللي هو برضو السلطان حسن إذن هو تخلع تلات مرتين وفي المرة التالتة بقى هو إيه بقى هو الحاكم الفعلي في عهده في سنة هو كان عنده 25 سنة he became the second ruler and he this time he was determined أن هو يغير من النمط اللي كان بيحكم به الأمراء علشان علشان يتخلص من سيطرة الأمراء فجاب المعماري اللي اسمه محمد بيلك المحسني ودي من المرات القليلة اللي عرفنا فيها اسم الاركيتكت لأن اكتشولي لقينا اسمه مكتوب على الجدران فالزيارة الجاية ان شاء الله بعد رمضان هتبقى للسلطان حسن اللي هو يعتبر أجمل ويعني أفخم عناصر العمارة الإسلامية اللي موجودة طلب منه طلب واحد بس قال له عايزك تعملي something impressive وسكت على كده قال له عايزك تعملي جامع ما حصلش فبيلك اللي هو كان أصله من الجزء بتاع تركيا كان متأثر بالعمارة السلجوقية السلاجقة فهيكونسيدرد بيلدين something that was never before built in Egypt واستجلب عمال من كل حتة من ايه من الدولة المعملوكية فاختار مكان استراتيجي اللي هو قدام القلعة وكان مستعجل جدا كأنه فيه سباق من الزمن وصرف عليه أموال طائلة لدرجة أن خزانة الدولة فضيت وأن السلطان حسن نفسه قال في تصريح ليه لوكالات الأنباء أنه لو لا أن يخش أن يقال أن ملك مصر لم يستطع أن يكمل بناء بدأه لكنت توقفت عن هذا العمل اتكلف حوالي 30 ألف درهم في اليوم الواحد واستمر العمل فيه لمدة 6 سنوات 24-7 وللأسف أن السلطان حسن مات قبل ما يكتمل البناء يعني إذن السلطان حسن ماكملش الـ 6 سنين هو مات بعد 3 سنين من بداية المشروع واستمر البناء لما خلص المشروع دي أقدم صورة لقيتها موجودة الجامعة السلطان حسن لو تلاحظ أن لسه ما كانش ظهر على يمينه الجامعة بتاع الرفاعي اللي هو موجود هنا وحتلاقي في الصورة هنا من على يعني جامعة الرفاعي كان مفروض أنه هو حيبقى في الحتة دي كده اللي هو تبنى بعد كده في 1920 وحتلاقي هنا جامعة تاني اسمه قاين باي الرماح اللي هو فيه برضو المأزنة المشهورة اللي موجودة على 200 جنيه اللي هي قاعدتها مستطيلة وفيها راسين زي الراسين اللي موجودين في جامعة مأزنة الغوري اللي موجودة فين في الأزهر وبنى الموقع بتاعه على مكان أرض كان فيها اتنين من الأمراء اللي كانوا أصلا خلعوه وعرف أنه هو يتخلص منهم وخذ الأرض وبنى عليها حد واضح لسلطة الأمراء اللي كانوا بيشيلوا المماليك ويحطوهم على حسب رغبتهم وبدأ يستجلب ناس يسموهم أولاد الناس إيه هو كلمة أولاد الناس اللي لفت عليها الرواية أولاد الناس دول اللي هم كانوا المصريين أو المماليك المولودين في الجيل التاني في عصر في العصر ده فمش مماليك بقى أصليين زي بيبرس وبدأ يحاول يستبدل النظام بتاع الأمراء المماليك بمصريين المولد اللي هم أولاد الناس للأسف طبعا ما قدرش يحقق رغبته ومات قبل ما ينجح في المهمة بتاعته وانتهى عصره سريعا أنه هو تم اختياله في رحلة ولم يعصر له على قبر وعلى جسة حتى الآن وأن الضريح اللي عمله عشان يدفن فيه ما تدفنش فيه السلطان حسن ولكن تدفن فيه ابنه الوحيد ده شكل البلان بتاع السلطان حسن هنبتدي نتكلم عليه بالتفاصيل المرة الجاية يبقى احنا دلوقتي حيبقى فاضل ان احنا نتقسم البروبس بتاعت الجابردي البش مهندس عمر حيشكلها لان الفوتينج طلع على انه هو حيبقى عن طريق ال random choices وحنبعط لكم الـ teams اللي استقررين عليها اي اسئلة يا شباب انا كده خلصت بالنسبة لنهار هحطلكم هتبقى السلايد دي موجودة كPDF على المودل وهتبقى included في الجاكر دي اللي هي هتكون اول لقاء لنا بعد الاجازة الايد ان شاء الله كل السلام والمتطيبين make sure you study well لان this will be the equivalent of the midterm exam موسيقى